لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك يطير كابتن محمود عبد منعم كهربا سليم مليار في المية يا عبد ياشاق وهقولك المصابين دلوقت انا قلتلك الصبح رد كابتن خالد بيبو لما توصلنا معاه كل اللاعبة سليمة احمد كوكا كهربا حسين الشعان مفيش اصابات في النادي الاهل مفيش اصابات في النادي الاهل مفيش اصابات في النادي الاهل مفيش اصابات هكلمك بس في اللي قاله مستر مرسيل كولر النهاردة في المؤتمر الصحفي قال لك وكهربا أصيب ونايم كهربا سليم وزيل في اللي ياب لا يكوشير وصلي على الحبيب قلبك اروح للي قاله مستر مرسيل كولر لما نقول فيها حاجة حلوة يبقى النادي الاهل وفيها حاجة حلوة مش في ماصر في الوطن العربي كله فيها حاجة حلوة يبقى النادي الاهل شوف الاخوة في المغرب الشقيق وفي الامارات والله العظيم تيليفونات جالي بالقوم تبارك على الأداء الرائع للنادي الاهل أمام التحاجات وبيتمنوا الفوز على فلومينزي البرازيل غدا المدجج بالنجوم فلومينزي اللي كازبان بوكا جونيورز والأرجنتين شوف الراجل قال ايه مرسيل كلها للنهاردة قال انها تبقى مباراة مفتوحة هدفنا التأهل للنهائي نمتلك حصوص التأهل للنهائي لم احصل على ميدليا من الاهل واتمنى اللعبة في المباراة النهائية وكتابة مجد وتاريخ عظيم ليه وللنادي الاهلي خاصة وانني لم افوز من قبل بميدليا مع النادي الاهلي قال دي المرة الاخيرة بالنظام الحالي اللي بتقام عليه البطولة بعد كده هتقام بقى بالشكل المجمع 25 وعمل بطولة جديدة بطل أوروبا كل القرارات تصفوا في الاخر تلاعب بطل أوروبا مش تبقى مجمعة مباراة كده لا دعا التفاصيلها دلوقت قال مستمر سيركولر ان خصمنا فريق قوي جدا مدجج بالنجوم يمتلك نجوم كبار بيمتلك الخبرة بيمتلك اللياقة البدنية العالية بيستمتعوا بالاستحواز وتصدر المشهد ولعب الكرة الجميلة الممتعة قال اتفرجت لهم على أربع مباريات احنا رغم كل دا جايين نلعب كرة ونركز على الفوز وحلم التأهل إلى نهاء كأس العام نركز على الفوز نركز عندك فرقة بتلعب على الفوز ماشي وحلم التأهل إلى كأس العام قال فلومينس البرازيلي فريق مهمة صعبة مهمة صعبة جدا لنادي الاهلي ما هياش مهمة سهلة بتلعب بطولة مهمة بتلعب أمام فريق عظيم الصامبة البرازيلي اللي احنا كنا صغرين ايه كناش نعرأ وانا ما تتشغل قال لك برازيلية الله يرحمه بقى كابتن علي زور وكابتن محمد لطيف دي البرازيلي عام البرازيل اللي بتلعب بطل البرازيل مش بتلعب بطل البراجيل ماشي وكسبت اتحاج جدا في ملعبه واللي عمله اسمه ايه ده تامر بدوي زي اللي عمله واحد متخلف على منصة اكس وعماله يشتم في جمهور النادي الاهلي ويقول لك الهمج ومش الهمج وكلام وجاب صورة اللي كراسي منكسرة من مبارلة الهلال من سبع سنين وبيتهم بيها جمهور النادي الاهلي العظيم اتمنى انه جمهور النادي الاهلي العظيم يلتزم بالانضباط اللي عملها ادارة استاد الجوهرة المشعة وينظف مكانه بعد ما يقوم كما هي عادتنا وناس محترمة دايما بقيم كل اللي بيحضروا اسر وعائلات اسر وعائلات ومعمولة صفحة لجمهور الاهلي اللي الفيفا عملها بحيث تخش تحجز من عليها وهكذا يعني مش عاوزين حد يقرب منها بكلمة وحشة ويكفل علاقة المميزة والرائعة بين جمهور النادي الاهلي وجمهور التحاج جدا اللي منتشرة في انحاء المملكة وبنشوف ده في الفيديوهات والحاجات الجميلة اما اصحاب المنفعة من امثال تامير بدوي وامثاله دول ما تبصوا لهمش ما تبصوا لهمش لكن للاسف الشديد ربنا وعدنا كل ما قناتي تزيع حدث حصري نلاقي واحد في مصري حاطت ضميره على جنب وبيتكلم مفقه هوا سيده اللي بيقبضه مش بيتكلم فني والله العظيم ده لو قال حصوص الاهلي هي الافضل الاندية المصريية المتفوقة اندية شمال افريقيا تتفوق على كل الاندية الاسيوية ولو قالك ان نادي الهلال السعودي بنجوم العالميين هيبقى مواجهته صعبة مع النادي الاهلي نقبلها ولا تستطيع التكاوم بالنتيجة لين انك لسه رقع التحجد ده تلاتة ببنزيمة ده لما واحد يجي مش عايف يقولك ايه كده يقولك تتعمل لي فيها بنزيمة اهو يا عم ديك لعبت بنزيمة وكسبت بنزيمة يا سيد وحارسك اللي عملك شله واحدة في الديئة تسعة من بداية المباراة اللي خدها في سيدرو دي وشال منه ضرب الجزاء واللي وقفه مروال عطية ومحمد عمين يا ميازر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول وإمام عشور ماشي وانت تفوقت ده النتيجة قد ممكن تبقى دابل سكور لو انت بس مفيش في قلبك حنية ورحم لكن احنا قلنا خلاص كفاية كده حلم كبير جدا لمسته مرسيل كولر هذه المباراة المهمة وهو بس عنده جزئية سلبية جدا نتكلم فيها وقال كنت انا احتاج الى مزيد من الوقت الى مزيد من الوقت للاستعداد لهذه المباراة المهم للاستعداد لهذه المباراة المهمة ماشي للاستعداد لهذه المباراة المهمة لانك انت خد 48 ساعة هم جايين مريحين طبعا فرقة كبيرة وفرقة عظيمة وهو حد يقلل منها مش معنى ان عندهم عدد من اللاعبين سنهم كبير انك انت تجي تقول اصلي عندهم سبع لعيبة فوق اللي 34 عنده حرس المرمة فابيو لوبيز لو اتشط له على الارض ارضيات زحيفة هيظن يعني هيجيله وسط يعني هيطقطق ماشي لان ده اكيد نسبة الرشاقة والمرونة عنده قليل مارسلو بتعريق المدريد 35 سنة فليبي ميليو قلب الدفاع 40 سنة كينو اللي شفناه هنا مع بيرامز 34 سنة ديفيد براز قلب الدفاع 36 سنة جانسو صاحب الالعاب 34 سنة جيرمين كانو 34 سنة ليه بقولك الاسامي دي هما عندهم اه سن كبير لكن عندهم لقبة بدنية عالية فرقة كسبة بوكا جونيورز فرقة تأهلت فرقة عظيمة نحترمها ونقدرها وانت بتلعب امام الصامبا امام الصامبا البرازيلية مش بتلعب حكشة ولا بتلعب فريق كده عندهم اتنين فصة الملعب اندري 22 سنة ومارتينيلي 22 سنة الاتنين دول هما رمانة الميزان في الفرقة هما رمانة الميزان في الفرقة انا شايف ان الجرعة المعنوية اللي واخده ده لعب النادي الاهلي والنهاردة كابتن الخطيب وكابتن حسن حمد حضروا التدريب ودعموا الناس وسندوهم مصندة كبيرة جدا هتفرق جمج جدا 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 مع النادي الاهلي في مباراته غضم اذن الله تعالى خلي بالك بتلعب بطل البرازيل يخسر بالاهل يخسر في لومنسي انت وصلت للدور قبل النهائي وبتلعب على مديل وهو ده النادي الاهلي ولو في نادي عربي خد تلاتة برونز على مستوى العالم حد يقول لنا عليه لو الهلال طب الهلال يا عم تامير بادوي ما خدش ليه برونز ما لعبش ليه حال ده السنة اللي فادت في المغرب مع الوداد ضربات جزاء ولما وصل خسر في النهائي من ريال مدريد ما كسبش ليه طب ما صعدش ليه طب السنة اللي فادت كان فيه وكل ده والفرق على الاهلي فيها سبع اجانب وسبع اجانب اسماء كبيرة واسماء عالمية الحمد لله ربنا يوفق كده الناس النادي الاهل المصر العظيم لكتابة التاريخ احنا مش اغنية لكن احنا بنامتلك كوادر ومواهب في كل المجالات في كل المجالات ربنا ادنا كده ورغم ان احنا اغنية وسيدنا يوسف قال في كتابه الكريم اجعلني على خزائن الارض فان عليها حفيزنا علي لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك يا كتاب فيه خبر منتشر شفته اصابة الشناوي فانا نزعج اروح خوش شقرة اصابة احمد الشناوي مش محمد الشناوي احمد الشناوي حارس مرمة نادي بيراميدز اصيب بكسر في الضلع الايصر وهيغيب لمدة شهر للعلاج والتأهيل وكده مش هيشارك لا في مباراة ساندونز هنا مباراة العودة ولا هيشارك في كاس السوبر الف سلامة على احمد الشناوي مفيش اصابات في النادي الاهل مفيش اصابات في النادي الاهل انا شايف في فرحة في الطايم لاين ان اسمه اده مصاب ان مودست مصاب مودست اتوقف مباراتين حرام عليكم يا جماعة حرام عليكم اتوقف مباراتين خلاص الفيفا قالك لا قدموا تظلم قالك نخفف العقوبة من مباراة ونلغي الانزار قالك لا ده مباراتين ليه اخوان قالك عشان بناءنا على طلب جماهيري النادي الاهل العظيم يخرب بتكت قال فيفا عارب جمهور الاهل اه يا عم عارب جمهور الاهل اعلب اللهك يا غالي يكرمك رب العالمين ويرضع عنك ويرضيك هناخد بس عشان جمهور الزماج بقول لي انت ناس الزمالك يا انكل الزمالك هيلعب سجرات الزمالك هيلعب سجرات وقائمته للمباراة اللي سفرت هقول هالك عشان تبقى اندف السور سفروا بسلامة الله الانجولا في الجولة الرابعة معهم تسعة بنت بس هنرجع للأهل تاني بس لازم أقوله عشان ايه جمهوري زميك ما زعلش منه محمد عوال عبر احمد نفاد معاز علاء الدين خط الدفاع عمر جابر عبدالغان حسام عم جيد رجع بألف سلامة عبدالله جمع حمزة المسلوسي محمد طاري عبدالشافي حتم سكر احمد زاكي خط الوسط دونجا روأة اوباما السيسي زيزو نيمار نضايش كبال في لجوم ناصر منسي والرهيب سامسون اكنولا وصيف الدين الجزيري والفريق ياخده معتمة الجمال ويرقص البيعثة الكابتن احمد سليمان اللي اتفق على بطولة نادل وحدة في الامارات ربنا يوفق بإذن الله تعالى وهرد على اسئلة حضراتكم هرد على اسئلة حضراتكم اعلب الليك يا بيه اعلب الليك يا بيه اعلب الليك يا غالي ايوة لا خد هذا الخبر العاجل من المملكة العربية السعودية وفاتنا بأس نادل آلي بهذا الخبر ردنا بقى على تامير بدأه وامثاله بعثة الاهل تشكر الاشقاء في المملكة العربية السعودية على الحفاوة والمساندة وتشيد بالروح الرياضية بين الجماهير المصرية والسعودية هي دي الناس اللي عايزة تقرب عايزة تنشر الاخوة والمحبة من خلال قرأة القدر عبرت بعثة الاهل المشاركة في كاس العالم للاندية اللي تجري فعالية بالمملكة العربية السعودية نخلص شكرها للاشقاء بالمملكة العربية السعودية وأنا بقولك الأمير عب عزيز بن تورك الفيصل وزير الشاب والرياضة في الملاكة العربية السعودية له كل الشكر لأن كل الأجهزة والمؤسسات الرياضية وغير الرياضية في الملاكة العربية السعودية تعمل على راحة بأس نال لها بما فيها جهاز الشرطة السعودية المحترم عامل كاردون حوالين الاستاد من بعيد بحيث أنه يمنع أي حد يقرب من الاستاد يقرب عفوا من الفندق حتى لا يعني يعمل أرق لفرت نال لها لملاقاته البأسة في الاستقبال وكرم الضياف والتي أسعدت كل العرب بالتنظيم الرائع لمنديال الأندية احنا فخورين بالتنظيم السعودي لكأس العالم للأندية وربنا يوفقهم في كل البطولات العالمية الكبيرة اللي ينظموها وربنا يوفقهم وعملنا كأس عالم خيالي لو ربنا دلت طولة الأمر وشفناه يعني تلاتين اربعة وتلاتين في المملكة العربية السعودية وأشهدت البعثة بالأجوال الطيبة وروح الأخوة التي جرت قب فيها المباراة بين الأهل وشخص التحجد وكذلك التناغم الذي تواجد في ملعب المباراة بين جماهير ولاعب الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية بما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والسعود وأكدت البعثة على سقطاتها الكاملة بأن الجماهير السعودية الشقيقة سوف تساند فريق الأهلي يدا بيد مع الجماهير المصرية التي استحقت شكر وتحية بعثة الأهلي على حضورها المكسف ومساعدتها الدائمة والتزامة السابت بالروح الرياضية بكل ما يتطفق مع شروط السلامة ولوائح للاتحادات القرية والتركيز الكامل على دعم ومؤذرة فريقة لتحقيق الهدف المنشود ادخل يا بيركز مع الناد الأهلي اشجع الناد الأهلي بكل قلبك وبإذن الرحمن يبقى لأهلي كسبان ونروح لحتة تالية ولا تهتم بمن يحاول دائما الإساءة للأهلي ده هو اللي بيخسر أبسط حاجة بيخسرها بيخسر صورته في المراية ما يجيبص في المراية احنا قلت الكلام ده ازاي طب وانا بقولي الكلام ده ليه بقلل من الأهل طب وانا قلل الهلال فرقة كبيرة وفرقة عظيمة ماشي بس فيها نجوم سبع نجوم عالميين جايين من بريمير ليج ول 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 لكن لما تحب تحكم بقى يعني خلها متوازنة لكن تجايب فريق مدجج بنجوم العالم وتقول لي كذا وماك سيبس طب وانت حاجة ده من ضمن الفرق الأربعة اللي بيرعاه السندوق وماك سيبس وصيبقى نادي الأهلي زعيم الأندية العربية شاء من شاء وأبى من أبى وذلك بالأرقام القياسية والنتائج في كأس العالم للأندية والبطولة القرية دمتم في أهلالي